موسيقى هذه هي أبرز العنوينة في تقارير نادي مورشيستر يونايتد الإنجليزية يبحث عن بديل النجم المغربي صفيانا مراباتا في الميركات الششوية وكيل أعمال نجم المغربي حاكم زياشا يخرج بردة فعصادمة على فاتي جمالي بعد اتهامها إليه بالمتكبر دوري أبطال آسيا النجم المغربي صفيان راحيمي يتعلق من جديد ويحصل على الأفضل أمام أهل التركمستاني نادي الرجاء الرياضي يعين عن إجراء مباراته أمام نادة الزمامر بملعب البلدي في برشيدة ويحدد عدد الجماهير المسموح بها في 300 ألف مقعد لم ينجح الدولي المغربي صفيانا مراباتا متوسط ميدان منشستر يونيتد الإنجليزي لكرة القدم في تقديم ما كان منتظرا منه بقميش تياطي الحمر الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل في فترة انتقالات ششوية مقبلة وكشف موقع غولا أكد أن مسؤولي مانشستر يونيتد قرروا البحث عن بديل الأسد الأطلاسي أمراباتا بعض الصعوبات التي وجدها الأخير في فرض مكانته ضمن التشكيل الرسمي للهولندي إيريكتينهاغ المدرب السابق الإنجليزي والذي سبق وأن جوار أمرابات في الدور الهولندي قبل سنواتا وأضاف المصدر نفسه أن إضاءة مانشستر يونيتد لم يعد فيه يفكر في التعاقد مع أمرابات بشكل نهائي بحكم أنه يدافع ألوال فارق بنظام الإعارة قادما من فارق فيورنتين الإيطالي لموسم واحدة وأشارك الدول المغربي صفيا أمرابات صاحب 27 عامانا في 13 مباراة مع مانشستر يونيتد هذا الموسم في جميع المصابقات كما خرج بديلا مع بداية الشوطاني في أكثر من المناسبة ما يطرح علامة استفهام حول إقشنا إيريكتينهاغ بمسواها ويصار إلى أن عقد أمرابات مع فيورنتين الإيطالي يمتد إلى غاية سنة 2025 وقد يستجيب فيورا لأحد الأندية التي تسعى الاستفادة من خدماتها بداية من الموسم الكروي القديم نفى وكي الأعمال الدول المغربي حاكم زياش لاعب نادغة صاري التركي كافة الاتهامات التي وجهتها له الفنان فاتح جمالي حول تكبره عليها مشددا على أن الواقع بينهما كانت عادية وعوضح وكي الأعمال اللاعب المغربي أن حاكم زياش كان يتواجد بأحد المراكز التجاري الكبرى بدبي ويترخيص من فريقه التركي بعد الإصابة التي تعرض لها حيث كان في حديث هاتفي لحظة قدوم فاتح جمالي موشيا إلى أن الفنان قامت بجرده من أجل أخذ صور معه الأمر الذي لم يتقبلها وأضاف أن زياش كان في حالة انزعاج بسبب إصابتها ولم يكن يرغب في التحدث مع أحد مؤكدا أن الفنان المغربي كانت متفاجئة من ردة فعلها وقامت بتصويره وهي تتاهمه بالتكبر وأشار إلى أن اللاعب حاكم زياش لا يحب الظهور الإعلامي ولا يرغب في نشر أي تفاصيل عن حياته الخاصة مشددا على أن كل ما قيل عن الواقع هو غير صحيح وعلى إدر ذلك أعضى نشط مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات وصورة لحاكم زياش رفقة المعجبين منها مع المغرب والأجانب في خطوة منهم لتكذيب كل إدعاءات التي جاءت بها فاتي جمالي فقالت فاتي جمالي قد نشرت مقطع فيديو على حتابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام اتهمت فيه حاكم زياش بالتكبر بعد أن حاولت أختصور معه في أحد المراكز التجارية في دبي لكنه رفاد أنهى الدولي المغربية صفيا رحيمية لعب نادي العيل الإماراتي مشاركتي في المباراة التي جامعته يوم ثلاثاء فريقه مصديفي ألستركماني بأعلى تنقيض 8.2 برسم الجولة السادسة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى لمصابقة دورياطة الأسياء للموسم الرياضي 2023 2024 وقال السفيا رحيمي في تصريح الصحفي رقب هذا اللقاء أشكر الجاهزين الفني والإداري وجميع زملاء بالفريق على العمل بالروح الفريق الواحد وأشكر الجماهير العينوية على مساندتهم دائما للفريق دائما نلعب كفريق وأي لعب منا يكمل الآخر والأهم بالنسبة لنا هو العودة إلى العين بنقى 3 وشارك رحيمي إلى حضو الضغيق الرابعة من الوقت البدل الطائع حيث قدم أداءاً جيداً وتوجه بإحراز الهدف الثاني علماً أن العين فز بهدفين مقابل هدف واحدة وبالتالي تصدر مجموعته ب 15 نقطة بفارق 6 نقاط عين الفيحة السعودية في مواطنه عبد الحميد صابيرية اختارنا دراجة الرياضية مباراته المقبلة أمام فارق نادة اسمامرة بإجرائها برسم الجولة 11 من البطوة احترافي إنوي بملعب البلدي بمدينة برشيدة فنشر الرجاء بلغاً عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية جاء فيه يؤكد المكتب المديري للفريق أنه تم اختيار توصل بقبول طلبنا من طرف السلطات المحلية لمدينة برشيدة مشكورة على هذا الترحيب وهو قبول الذي كان مشروطاً بتحديد عدد المقاعد في 300 ألف مقعدة وعشر الندي في بلغ إلى أن المكتب المديري بدل قصار جهدي من أجل توفير ملعب الاستقبال مقابلات الرجاء الرياضي لكن طلبنا قبول بالرفض من طرف مدن أخرى لعدة اعتبارات مرتبطة بالحالة وجهزية الملعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة